نتكلم عن مباراة النهاردة ما بين الأهلي وفيوتشر هي مباراة غاية في الأهمية لعدة أسباب أول حاجة أنت عايز تختم المرحلة دي قبل فترة توقف طويلة لك في بطولة الدوري أحيب عندك كسر ربطة أنا كنا بتكلم عن بطولة الدوري عايز تختم المرحلة دي وأنت كسبين كل المطشاط أنت العبت ست مباريات خدت 18 نقطة الحمد لله سفر هزيمة سفر تعادل ما شاء الله لك هو تقلي بلاي ماشين بشكل كويس قوي تكسب النهاردة تستعيد الصدارة نقطتين عايز مالك اللي هيكون لعب مباراة أكتر منك كمان تعصر ببراميد زنبارح بالتعادل مع أمبي واحد واحد فبالتالي أنت بتحاول تسبق بدري بدري في بطولة الدوري الأهم كمان في مباراة النهاردة أو في مباراة النهاردة أن أنت منتشي بفرحة الفوز بالسوبر وفرحة كانت كبيرة لأن الفوز كان بسيناريو صعبة قوي بظروف صعبة ضغط كبير جدا كان على اللعيبة فبالتالي انفجرنا في الفرحة فرحنا جدا جدا وده اللي بيصعب الأمر على طول في أي مباراة تالي أي بطولة أو فرحة كبيرة فمن هنا وجب الحظر من هنا وجب التركيز على كيفية الفوز في مباراة اليوم وحسمها رغم أن أنت بتلاعب فريق قوي جدا جدا ما أصعب مباراة أي فريق بعد الفوز بأي بطولة فبالتالي إحنا طبعا واسقين في جهاز فني واسقين في اللعيبة واسقين في كل العناصر الفرقة لكن في نفس الوقت مهمة أول أن أنت تحاول بقدر المستطاع أن أنت تكون راكب المطش بلغة الكرة تحاول تخطف هدف الأول لأنت بتلاعب فريق قوي بالتالي أنا سأقول لحضراتكم قائمة الأهلي أو أفكر حضراتكم بها الخاصة بمباراة اليوم وهتكلم برضا على فريق فيوتشر لأن فريق فيوتشر مميز جدا قائمة الأهلي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة محمد الشدناوي علي لطفي مصطفى شبير في حراس المرمى ياسر إبراهيم بدر بنون الرمي الربيعة محمد هاني أكرم توفيق كريم فؤاد علي معلول محمود وحيد حمدي فتحي أليو ديانج محمد مجدي أفش حسين الشحات طاهر محمد شريف دي قائمة الفريق في مباراة اليوم هننتظر إيه الإعلانة عن التسكيل الرسمي أعتقد خلال يعني ساعة ونص من دلوقت أما بقى قائمة فيوتشر فبص بقى على الأسماء لأن أنت أولا عندك مدير فني مميز وهو كابتن علي ماهر فيوتشر عندهم في حراس المرمى محمود جنش مش عارف هو كان مصاب بس يعني طالما وجود في القائمة يبقى أكيد أصبح سليم وحيكون موجود في المباراة يعني هو حارس فيوتشر الأول ومعه محمود حمدي ومحمد طارق دول الحراس خط الدفاع بقى تعالى عندك سعد الدين سمير خبرة كبيرة جدا ولعيب مميز قوي قوي محمد عبد المنعم خامة أكثر من رائعة وشوفناه في كاس العرب في المباراة اللي لعيبها كان ممتاز أمام قطر والاتنين طبع معارين من النادي الأهل محمود مرعي جوزيف جونسان طبعا باكليفت مميز جدا طريقتها كمان لعيب جيد ربيعة معرفش مين ربيعة في الحقيقة خط الوسط كريم ندفت لعب الأهلي المعار مصطفى البدري لعب الأهلي المعار والاتنين لعيبة تقال قوي كريم ندفت كمان ابتدى يستعيد مستوى بشكل مميز بعد فترة كبيرة جدا من الإيه من الإصابة محمد فاروق طبعا لعب المخادر في الدوري المصري ناصر ماهر لعب الأهلي اللي تم بيعه لفريق فيوتشر أحمد رفعت أحد نجوم البطولة العربية وأحد أبرز نجوم الدوري هذا الموسم وعمر كمان عبدالواحد كزالي أيمن السفاكسي لعب مميز جدا وسريع للغاية لأنه محمد أيضا من لعبين المميزين بيبنوا عليه اللعب محمود شعبان ومحمد ريدا وإنسينت أبل وفي الهجوم أحمد عطف دي قائمة فيوتشر قائمة مليئة بالنجوم المميزة أصحاب الخبرات الكبيرة في بطولة الدوري وده اللي حيصعب جدا جدا مباراة النهاردة ما بين الأهلي وفيوتشر وهي أحد أهم محطات الأهلي في بطولة الدوري بإذن الله اللي بيحاول الأهلي من خلالها أنه يستعيد هذا اللقاء تعالوا بقى نتكلم في الحكام لأنه ده أمر مهم جدا طاكم حكام مباراة اليوم حكم ساحة محمد الحنفي نتمنى له يا رب كل التوفيق وعايزين نفكر حكامنا أنه في حاجة اسمها تكنية ضارة يا جماعة بنفكرهم بس عشان ساعد في مطشط الأهلي كده بينسوها وإحنا بس نشكوله على الحاجلات بتاعت الأهلي لا الأهلي أو أي فريق إحنا عايزين العدالة حكم مساعد محمود أبو الرجال حكم مساعد تاني أحمد حسام حكم رابع شامل فلال وحكم فيديو محمود عشور ومساعد حكم فيديو محمود ناكي ده فيما يتعلق بمباراة اليوم في جميع الجوانب والأصعيدة المختلفة نتمنى كل التوفيق للأهلي في هذه المباراة وإن شاء الله بإذن الله يكونوا ثلاث نقاط جديدة في مشوار الأهلي عشان يوصل لنقطة رقم 21 قبل مرحلة طويلة من التوقف في بطوة الدوري تحديدا هروح بقى الفصل